سوف نتعرف في هذا الجزء على طريقة استخدام أمر التنسيق Conditional Formatting ويمكننا هذا الأمر من إضافة تنسيق معين إلى الخلية وفقا لمحتويات هذه الخلية فإذا أردنا مثلا أن يقوم البرنامج بتمييز القيم التي تقل عن القيمة 15 في هذا الجدول نقوم باختيار خلايا الجدول ثم نفتح القائمة Format ونختار الأمر Conditional Formatting فيظهر المربع الحواري Conditional Formatting حيث نقوم بعمل العددات التي نريدها فنختار Sell Value Is من القائمة الأولى لتحديد قيمة معينة ومن القيمة التالية نختار Less Than حيث أننا نريد تحديد القيمة الأصغر من 15 وفي الخانة الثالثة نقوم بإدخال القيمة التي نريدها للمقارنة وهي 15 في هذا المثال ثم نضغط على المفتاح Format فيظهر المربع الحواري Format Cells حيث يمكننا اختيار اللون الذي سوف يتم استخدامه لتمييز القيم الأقل من 15 وليكن اللون الأحمر ومن لوحة المتغيرات Border يمكننا أيضا اختيار حدود معينة للإحاطة بالخلية التي سوف تحتوي على هذه القيمة كما يمكننا أيضا إضافة لون لخلفية هذه الخلية من لوحة المتغيرات Pattern فنختار اللون الأصفر مثلا ثم نضغط OK فيقوم البرنامج بتحديد جميع الخلايا التي تحتوي على قيم أقل من 15 وتغيير لون الكتابات إلى اللون الأحمر وأيضا إضافة اللون الأصفر إلى الخلفية وفقا للإعدادات التي قمنا بتحديدها في المربع الحواري وإذا قمنا بإدخال قيمة أقل من 15 في أي خلية داخل الجدول سوف نجد أنها تأخذ نفس التنسيق السابق وعند تعديل قيمة أي خلية بإدخال قيمة تزيد عن 15 سوف يختفي التنسيق الخاص بتمييز هذه القيمة من هذه الخلية ويمكننا أيضا باستخدام المربع الحواري Conditional Formatting اختيار تحديد الخلايا التي تنحصر قيمتها بين قيم محددة ولتكن على سبيل المثال من القيمة 40 إلى القيمة 50 فنقوم باختيار خلايا الجدول مرة أخرى ثم نفتح المربع الحواري Conditional Formatting ونضغط على المفتاح Add لإضافة تنسيق جديد فيظهر الجزء Condition 2 أسفل الجزء Condition 1 فنختار Sell Value Is من القائمة الأولى ومن القائمة الثانية نختار Between وفي هذه الخانات التي تظهر بجوار القائمة Between نقوم بإدخال القيم التي نريدها فندخل القيمة 40 في الخانة الأولى وندخل القيمة 50 في الخانة الثانية ثم نضغط على المفتاح Format ومن القائمة Color في لوحة المتغيرات Font نختار اللون الأزرق لتمييز القيم المحصورة بين القيم التي حددناها ومن لوحة المتغيرات Pattern نختار اللون الأخضر لخلفية الخلية ثم نضغط OK ونضغط OK مرة أخرى فيقوم البرنامج بتحديد جميع الخلايا التي تحتوي على قيم تتراوح بين 40 و50 مع تغيير لون الكتابات إلى الأزرق وتغيير لون الخلفية إلى اللون الأخضر وعند إدخال أي قيمة تتراوح بين 40 و50 في أي خلية من خلايا الجدول سوف يتم تطبيق هذا التنسيق عليها أيضا وعند تعديل قيمة خلية بإدخال قيمة تزيد عن 50 أو أقل من 40 فسوف يختفي التنسيق الخاص بتمييز هذه القيمة من هذه الخلية ترجمة نانسي قنقر